اشتركوا في القناة والتي تضمن توزيع العناصر في الجدول الدوري بالإضافة إلى الموليكيول والكمباوند رح نتعرف عليهم بشكل تفصيلي من المعروف أن الخصاص الكيميائية للعناصر تتحدد عن طريق توزيع الكترونات في مدارات الذرة الوضع الطبيعي لـ Neutral Atoms تحتوي عدد الكترونات مساوي لعدد البروتونات يطلق على عدد البروتونات الـ Atomic Number واختصاره حرف Z بينما عدد البروتونات مجموع لعدد النيوترونات يطلق عليها الـ Atomic Mass واختصارها A ينفسها عدد النيوكليونز الموجود في الذرة يتم تمييز العناصر بين بعض من خلال أربع رموز الرمز الأول A وهو الـ Atomic Mass وهو مجموع عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات في الذرة الرمز الثاني Z وهو الـ Atomic Number مجموع عدد البروتونات داخل الذرة الرمز الثالث Q وهو الإشارة للعنصر إما سالب أو موجب في حالة الآيونات الرمز الأخير وهو عدد الذرات العنصر في أي مركب كيميائي هناك بعض العناصر التي تتشابه في الخواص الفيزيائي والكيميائي بين بعض مثلا عندما تتشابه عدد البروتونات داخل ذرتين مع اختلاف عدد الـ Atomic Mass حينها يطلق على العنصر في الآيزوتوبس أو النظائر من الأمثل عليها نظائر الهيدروجين حيث أن النظير الأول للهيدروجين بروتيوم الذي يحتوي على بروتون واحد ولا يحتوي على نيوترون النظير الثاني اسمه ديوتيريوم الذي يحتوي على بروتون واحد ونيوترون واحد والنظير الثالث اسمه تريتيوم الذي يحتوي على بروتون واحد واثنين من النيوترونات حالة أخرى عندما تتشابه الضرتين في الـ Atomic Mass مع اختلاف العدد الذري تسمى الضرتين آيزوبارز من الأمثلة عليها الإكزانون حيث أن الإكزانون يحتوي على Atomic number 54 والـ Atomic Mass 131 مع عنصر الآيودين 53 بروتون و131 Atomic Mass حالة أخرى عندما تتشابه الضرتين مختلفتين في عدد النيوترونات مع اختلاف عدد البروتونات تسمى الضرتين آيزوتون من الأمثلة عليها الأكسجين 8-16 والنيوتروجين 7-15 حيث أن عدد النيوترونات في كلا إذرتين 8 نيوترونات آخر حالة عندما يوجد أنصرين يتساويان في عدد النيوترونات ويتساويين في عدد البروتونات تسمى آيزومير الفرق أنه يوجد Difference Energy State حيث أنه أحد العناصر تحتوي على Excessive Energy تفقدها من الأمثلة الشهيرة عليها Technetion 99M عندما يحصل له decaying يخرج gamma ray 140 كيلو إلكترون فولت طبعا Technetion هو أكثر العناصر المستخدمة في النيوكيلر ميديسن أتلّى موضوع Molecule Molecule هو عبارة عن أكثر من عنصر بالتحدن مع بعض حتى أن يكونن Structure من الأمثلة عليها الجزيء الووتر أو الماء بحيث أن الجزيء الووتر يحتوي على ذرتين من الهيدروجين تتحدن مع ذرة من الأكسجين برابطة اسم الرابطة Covalent Pound معنى Covalent Pound أنه الرابطة تشاركية تشارك عدد الإلكترونات ما بين الذرتين من المعروف أنه جزيء الماء يكون حوالي 80% من كتلة جسم البشري هناك نوع آخر من الروابط تسمى الأيونيك Pound من الأمثلة على الأيونيك Pound اتحاد الصوديوم مع الوكلوراين من المعروف أن الصوديوم يحتوي في مداره الأخير على الكترون واحد واللكلور يحتوي على سبع الكترونات فيتم تشارك الإلكترون في ذرة الصوديوم مع الوكلوراين حتى يتصل كلا الذرتين إلى الحال المستقرة معنى طريق رابطة اسمها الأيونيك Pound في يجل هذا الترابط تفقد ضرة الصوديوم للإلكترون في المدار الأخير تسمى كاتايون ولكلوراين يكتسب الكترون فيسمى آنيون عندما تتحد جزيئات من نفس النوع مع بعض تشكل المركبات أو الباختة حتى الآن شرحنا أن التري General بشكل موجز لو كنت اول مرة بتتبعنا اشترك على القناة فعر زر الجرس ليصلك كل جديد بالتوفيق للجميع ان شاء الله سلام